السلام عليكم صحيح؟ أنا مش عارف مين ضحيل التفكير إحنا الإعلام اللي نصب الأسبوع الماضي اهتمامه على تسعير القطايف وقصة الكلاب الضالة ولا المتلقي يعني عامة الناس ولا لاب إيدهم الريموت كنترول وتنقلوا بين القصص اللي حابين يشغلوا الرأي العام فيها وإذا اعتبرت إنه من حق الدولة طرح مواضيع تافة مشان تشغل الناس والرأي العام وتخليهم يركزوا اهتماماتهم على حدث تافة زي قصة الكلاب الضالة وتسعير القطايف طيب إحنا الإعلام كيف بننقاد لقرارهم بدون ما نشعر وبنعطي الموضوعين أكبر بكثير من حجمهم الأسبوع الماضي واللي قبله كان مجلس النواب والحكومة بنقشوا قصة الموازنة العامة والعديد من النواب تحت القبة أشعرون أنه رح تقوم لقيامة على رأس الحكومة من خلال خطاباتهم الرنانة الوضع السياسي في البلد ما حد فهمه وبطلنا نعرف كيف في البلد تدار وهل إحنا أصحاب سيادة على قراراتنا ومقدراتنا الوطنية ولا بنستنى القرار من الخارج الوضع الاقتصادي في البلد من سيئة لأسوأ رمضان على بواب والناس ما معاها توكل والأسعار بلشت منها سترتفع والحكومة مش صاحبة قرار على الأسعار لأنه منستورد أكثر من سبعين بالمية من اللي منستهلكه والبنوك هي سيدة الموقف وتفرض ما تريد على الحكومة ولا زالت الحكومة ترفع فوائد على القرض ولسه عنا فوق الميتين ألف ممنوع من السفر مشان عليهم ديون ما بتتجاوز خمس تلاف منهم أربع عشر ألف سيدي أردنيين مطلوبات لأنه عليهم ديون وفي كارثة يعانوا منها شبابنا وبناتنا اسمها المخدرات بكل أنواعها وفي فقر وفي بطالة بأرقام مرعبة وهناك كل الشركات الحكومية بتخسر أو الشركات اللي الحكومة بتقوم بإدارتها في خسائر في الملكية الناق الوطني كل الشركات الطيران بالعالم تربح خاصة بعد الكورونا إلا جماعتنا بالملكية وفي انحدار مرعب بالتعليم والصحة وبكثير قطاعات وبعد كل هذا الحكي إعلامنا بطبر راسنا وقصة الكلاب الضالة وتسعرة القطاع من عقلك أنه في مشكلة بموضوع الكلاب الضالة تستحق كل هذا النقاش على وسائل الإعلام؟ فيه على أطراف المدن وبالقرى والبوادي فيه كلاب ظالة وبدك تكون حذر من هاي الكلاب وهذا حالنا طول عمرنا طيب ما بتطلعوا برا البلد وبتشوفوا وبعينكوا كيف الكلاب الضالة تقعد بينك وبين صاحبك بالحدائق العامة ما بدنا نبعدها ونقول في أوروبا لا هون توركية جنبنا بتلاقي الكلب أطول منك وما ببلش فيك بالعكس بتصير حذرتك اللي خزكت راسنا بالموضوع هون بتصير الطعمي بإيدك وبتحكي بشوفوا هالحضارة ما شاء الله برا كيف مليون اقتراح علمي انحكى مشان قصة هاي قصة موضوع كيف تنحلك لا بتظلي ليش إحنا الإعلام؟ إذا بالفعل بعنينا هذا الموضوع التافه ما تبنينا هاي الاختراحات وقدمناها للرأي العام والحكومة ما بصير نكون إحنا الإعلاميين زي ما بده صاحب الريموت كنترول وننساقل القصة التافه ونشغل الرأي العام فيها ونترك التركيز على القصص الحقيقية اللهي إني ناسي آخر مرة شفت مؤسسة إعلامية أردنية عملت تحقيق استقصائي بيحكي عن قصة بالفعل بتهم الناس مش عارف شو اللي بصير مش عارف شو اللي بصير بإعلامي مع أنه كنا لوقت قريب جدا متقدمين على اللي ماسك الريموت كنترول وعلى الحكومات السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا